خلوني اطلع من الخبر ده ونروح لحاجة كمان لفتت نظري النهاردة حاجة بقى انا اعجبت بيها قوي قامت بيها مصلحة سق العملة وزارة المالية الفترة اللي فاتت حاولت تعالج مشكلة الفكة اللي هو الجنيه والنص جنيه وطبعا دي كانت بتسبب مشكلة حقيقية وكنا دايما اي حد يقولك مفيش فكة وبالتالي يا امه بتسيب حقك امك بتوصل لخناقات واحد مثلا راكب ميكروباس والقجرة اتنين جنيه ونص ومعه تلاتة جنيه مش هينزل غلما ياخد فلوسه وده مفروض لو ما فيش ممكن يحصل خلاف الحقيقة بقى مصلحة سق العملة عمرت حاجة زريفة جدا وهي تشغيل مكينة الصراف الآلي للعملة للعملة بس الربع جنيه والنص جنيه والجنيه وحطوا بالفعل اول مكينة في محطة متر الشهداء ده خبر جميل لانه هيخفف العبقة على المواطن وهيخفف الزحام علشان بيك حجز القطرات والمترو علشان ما فيش فكة واللي بيحصل انك انت بتحط عشرة جنيه مثلا ورق تاخدها عملة معدنية ووزارة المالية دلوقتي ناوي ان شاء الله تعامل مكينة دي في باقي محطات المترو وأكيد قدام هيروح ده في المحافظات في الفترة الجاية ترجمة نانسي قنقر